اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا جدا في علاج القلم والقلم قضية مهمة قوي فيش بيت ما قافوش حد بيشتكي من القلم بل البيت كله ممكن يكون بيشتكي من القلم النهاردة هنفهم بطقة شديدة هذا الأمر كيف هنتعامل مع قضية منتشرة في البيوت العربية جدا ونهاردة حظنا حلو جدا لأنه هنستمتع بالفهم والتفصيل من واحد من نجوم ونجوم فعلا هذا المجال لأن هذا المجال أصبحت نجوميته كبيرة جدا لأنه كل العالم دلوقتي بقى بيلجأ إلى منظومات القلم القيمة الألمية الكبيرة والاسم الأكاديم الرائع وطبعا سوبرستار هذا المجال وعد من سوبرستار مجال علاج القلم في الوطن العربي واسم علامي كبير ضيفانها العزيز الأستاذ دكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية طب جامعة عين شمس والاسم القدير في علاج الألم شرف كبير لنا هزيزي أهلا وسهلا كل بيت في حد بشكل من الألم أكيد إيه جديد في الموضوع؟ هو الألم يعني تطور على مدى السنين اللي فاتت فكان بيتكلموا إن الألم ده ألم حدة أسهل حاجة أدي مسكنات بقى الموضوع التطور لا الألم دلوقتي بقت ألم مزمنة في ألم واحد يشيك من ألم سرطنية كان زمان يروح ياخد مخدرات دلوقتي لا مش موضوع مخدرات ممكن عالج السبب وعالج العصب اللي بين الألم ممكن ألم ضهر ألم رقبة ألم غضريف ألم مفاصل ركبة وكتف كل ده الجديد إن بقى العلم تفهم كل يوم بنفهم يعني ألم ميكانيزم إزاي بيحصل إيه في الألم وده مدام بنفهم هنعرف نحل فبقت فيه طرق فيه أجهزة حديثة جدا نحن ده نقدر نعارج بيها الألم مدام عرفنا أسبابها الغضروف العنقي والغضروف القطني دول مشهورين في كل بيت دلوعدي في مصر عايزين نفهم إيه هو المقصود بكلمة طبعا لأ يعني لما أقول عندي غضروف طبعا لأ عندي غضروف يعني بس والتقصيد إيه يعني شوف كلمة غضروف هو طبعا عمود الفقر بتكون من فقرات لأن إحنا كآنات فقرية بينها غضريف مادة طرية لازجة وظيفتها تدينا ليونة نقدر نتحرك من شمال نتني قدام وراء وتمتص الصدمات لما واحد يمشي يدب في الأرض مثلا ما يحصلوش مشكلة ما يعطمو ما يكسرش دي قيمة الغضري في الغضري دي مع الوقت مع العجز السن بتنشف مع واحد يشيل غلط المقدمة لحدك قلتها حيلة وضحت أسباب كتيرة جدا للمشكلة إن واحد بيشيل غلط ست بيت بترفع الأنبوبة ترفع المرتبة تزوق الدولاب كل ده بطريقة غلط واللي بيروح الجم شباب يعني بيجي لي ناس خمستاشر سنة واربعتاشر سنة وميقويش ما يصدق نعمل الرانين قالقى غضروفه طب ده اربعتاشر سنة ده يلحمه لسه ما تكونش غضريفه لسه ما تكوناتش بيروح جم ويستعرض عضلاته والمدرر بتاعه مش فاهم حاجة يبتدي يقول عاشر فالغضروف يخرج من مكانه الطبيعي يدوس على الحبل الشوكي وعصاب الحبل الشوكي يلاقي البقى العين عنده أعلى هو ده فكرة يعني غضروف وناس تسميه غضروف عرق نسا لمباجو عندي ديسك كلها الأسامي دي ناس بتداولها لكن في النهاية هو المرض واحد غضروف الطري بينشف يخرج من مكانه يدوس على العصاب يسبب الألم سواء في العنق أو في الضحر أو في عنق أوقات انه ساعة صدري كمان برغم أن الصدري ده أقل منطقة بس موجودة برضو إيه أعراض الألم الغضروف هنبدأ بال هنبدأ بالعنق الغضروف الأنقي غضروف الأنقي بما أنه هو في منطقة العنق فجنبه الأعصاب بتاعة الحبل الشوكي العلوية اللي هي بتغزي الإيد فنلاقي الألم ينزل على الإيدين ينزل في المنطقة العنقية يعني يشتكي من العنق يعني الناس ما نحن شايفينها دي فيها دي الغضروف خرج بمكانه دايس على الحبل الشوكي دايس على أعصاب الحبل الشوكي دي صورة ترانيم مثلا مبينة إن الله ده الألم الظهر لأن أنا عرفت إن فيه غضروف طب الألم ده بيجي فين ينزل من فوق من عند رقبة العين ينزل لحد إيديه ويمكن يقول صوابع بتنمل والإحساس بقى مختلف يمكن يقول برودة شكشكة حرقان ألم عادي في الصعيد بقى ألاقي اللغات يقولك صليل يعني اللغات بقى يقول لحب بيوصف فيه بتاعت السيف تحس بقصوت السيف أه لا يقولي بحس بصليل أقوله يعني صليل وهي ألم يقصد ألم شديد تعمي سيف داخل فيه تنميل برودة طبعا يعني برضو يشوف دي أماكن الناس مؤاظم اللي عنده غضروف هون دي الأماكن الطبيعية اللي بيشتكي منها وصاحبها كمان المفاصل لأن الجنب الغضريف فيه مفاصل اللي رقبة اللي هي كل فقرة بتبتصب بالتانية خليك تحرك راسك يمين شمال بتلتهب عشان الغضريف دي ابتدت تتاكل وتنشف وما بقتش العلاقات الميكانيكية بينها ما بقتش مظبوط فالعيان ممكن يجي الصدع خلفي يقولي الصدع الخلفي تلاقيه في الآخر هو غضروف غرقي طنين في الودان دوخ طنين طنين ويروح يقن في أذن ومعندكش حاجة الدكتور يقن في أذن لأ انت ما عندكش حاجة هكشف رقا بقى يعني من رانيين دي لقى غضروف دوخ عن ماشي يقولك أنا بهدوخ كتير الصدع طبعا الخلفي ده مهم يعني ده برضه ده المكان المشهور جدا يبتدي ينزل كمان عالكتاف ويبتدي ينزل على الكتف من فوق وممكن لو تطور ودس على الأعصاب أزيد ينزل لحد صابع لي ده العنق القطني بقى القطني بما انه برضه قريب من أعصاب الظهر والرجل من تحت هيبقى الصورة هي هي بس بقى الجزء اللي تحت العنقى يقول ضهري يعني ده الغضريفة هيطلعة ودايس هتبتدي يدوس على الأعصاب اللي خارجة وجزور الأعصاب اللي بتغزي الرجل وتعمل الضفيرة العصبية للساق يبديدي العيان يشتكي من قلم في رجله يقولك أنا بحس إنه في كهرباء سيخ بينزل على ضهري إنه الغضروف باينة هون الغضروف السليم له نبيا الغضروف الأسود هو آخر واحد تحت مسود وخارج بمكانه وبتده يدوس على الأعصاب العيان يقول في شكشكة في كهرباء في تنميل آآ في كرامبات كتير يقولك أنا بيجيلك كرامبات هو مش عارف إنها إيه إنها غضروفه ضهره تعمل الكرامبات ده ده الشكل المعروف شكل مشهور جداً ماسك ضهره وعرق النسا الأحمر اللي نازل ده بألم هو ده يقولك ده وعشان كده نسمعه عرق النسا عرق من فوق اللي تحت والنسا لأنه أكتر في الستات دايماً ألم اللي ظهر لأنهم أكتر وزناً بيزيد وزناً أكتر من الرجال عضلاتهم أضعف حركتهم بطريقة تانية ده أماكن الألم اللي العيان أول ما تجيه اللي بتدي فكر ما هو ده مش عاقب ده مش حاجة سهلة ده هبتدي آآ أتعالج لأنه ما يسيبش الموضوع يتطور والحمد لله لأجب يتطور بقى كل يوم يعني كنا زمان بنعمل حاجة ودلوقتي بنعمل حاجة تانية كان زمان في طرق تقليدية هنفوت برضو نقول الطرق مش زمان ما زالت موجودة ما زالت موجودة طبعاً ايه الطرق تقليدية كانت لعلاج يعني بداية أي مريض بيجي له ألم في ظهره النسم راح نشخصه نشوف السبب إيه طيب آآ قلنا إن هو غضروف بعد التشخيص بالأول بيبتدي بأدوية تقليدية جداً بوسط عضلات مسكنات حاجات تهدي الأعصاب إنها تانية للألم ما زال الألم موجود يبتدي يروح الشيط علاج طبيعي أغلب بقى الناس اللي بيجوا عيادات الألم مثلاً يجوا لي مثلاً يقول لي يقول لي أنا بايا أخد معي أربع خمس رشدات وروحت اللي عملت عشرين جلسة علاج طبيعي ومفيش استفادة يبتدي العلاج إن هو عاوز يشيل الغضروف اللي ضغط على العصب فبيروح لجراحة جراحة طبيعي وجراحة وصح ومش غلط إنه يخش هيفتح ظهره هيفصل للعضلات يوصل لأماكن الغضروف ممكن يشيل الغضروف وبيشيل الغضروف كله أو وزق منه ويوسع القناة العصبية بس المشكلة إنه العملية تقيلة عملية شقة عين يوعد بعدها في السرير شهر شهرين ثلاثة يقول لي ما تحركش وساعات لما يشيل أجزر من الغضروف يثبت مش راحة مصامية دي تقليدية يقول لي ألبس حزام ظهر ده التقليدي وصح مش غلط وفي حالات اللي لازم تتعمل كده علاج القلم هنا بقى اللي هو التطور اللي حصل إن مش كل الحالات عمل لها جراحة يعني لأ ده أنا ممكن دلوقتي أخش على الغضروف وأوصل لقلب الغضروف وأوصل للغلاف الداخلي وأعد الغلاف الخارجي للغضروف وأوصل للقلب اللي مسبق بالمشكلة بدون مفتح ظهر العين خالص أبخروا يعني أبخروا أعالج الأعصاب أوسع القناة العصبية كل ده بتعمل بقبر جهاز أشعب يصوى ظهر العين العين بيبقى طول العملية صاحي العملية تتم بقبر يعني ده مثلاً هدي البروب داخل جوه قلب الغضروف العين صاحي بيتكلم أقعد معايا بيكلمه وده الجهاز بتاع التبخير والسلاح يخش جوه قلبه خود ياكل قلبه غضروف والعين ياخد منج موضعي يعني شاف دي صورة السلاح وداخل من الجلد مثلاً وواصل لقلبه الغضروف العم بكلمه زي أسطرة يبتبقى أسطرة طويل إبرة يعني هو أسطرة زي زي الإبرة يعني ما نسميها سلاح الغضروف سواء إبرة والعين صاحي يعني فعلاً منقعد نتكلم شغل غنية بتاع مفيش جرح جراحي مفيش غرز بينج موضعي مش بينج كلي يبقى ده ينفع للناس اللي عندهم أمراض بقى صعبة والناس والشباب واللي خايفين بينجو كلي وليه أعراض بقى كلي ومفيش فتحة في رقابته ولا فتحة في ظهره وبعد كده العين يخرج من المستشفى في نفس اليوم بعد العملية بساعة ويروح بيته وممكن يسافر يعني جي لواحد مثلاً من دول العربية يجي من السعوداجي من خليجي يعمل عملية يرجع تاني في نفس اليوم لأنه هو مفيش حاجة تفتحت يقدر يمشي ويسوق العربية اليوم التالي ودي مثلاً هذا الرقبة والغضاري في داخلها هي ميزة العملية بسيطة سهلة العين يقدر يعني يتحرك بسهولة مفيش رقبة في السرية يقول لي أرجع شغل يمتى ويقول له ألا عاوسترجع بكرة بعد وزي ما أنت عايز مش شرط يربس رقبة رقبة دي بتخنق يعني غير واحد بسيونه رقبة يقول له ما تحركش دم دي حاجة صعبة مدام في طريق أسهل بناتجهل وكلنا بديه يعني أنا أعمل ليه عملية وافتح رقبة ليه واعرض ما خاطر ليه وبعدين العمليات اللي بالطريقة دي كمان ملهاش أضرار مدام ماشي صح ملهاش أضرار اللي مفيش تلايفات حولي الأعصاب بتحصل يعني في ناس تعمل جراحة وبعد يقول يعني الألم هو هو أو الألم زيد بيحصل التلايف حولي الأعصاب تشوه الجلد أو مكان الجرحة أو هي طبعا يعني لأنه مفيش تعرض للهواء مفيش فتحة مفيش فتحة مفيش حاجة مفيش تلايف خالص هيحصل مجيتش ناحية العظم خالص مجيتش ناحية العظم خالص بنخش على الغضروف نعالجه ونشيل ضغط الغضروف على العصاب الغضروف بيبقى ضغط على العصاب لا بنقلل ضغط الغضروف على العصاب وبعدين نعالج العصاب وبعدين نبعد اللي تنعم بقى نوسع بنقول توسيق القناة العصبية وحقن الأم الجافية نوسع العلاقة ما بين الغضروف والعصاب والعصف. دي طبعا تقدم. نوسع العلاقة يعني نخلق مسافة ما بين الغضروف والعصف. بالزبط. اه. شم يضغطش عليه. يضغطش عليه. تقدم رهيه. انت خيال انت عملية من اصعب العمليات بدل ما تتعامل جراحيا بتتعامل بسهولة جدا بابرة وحاجة بتخش عند قلب الغضروف والعين يقولك ده ده انا يعني مش بسد ان العملية تتعامل بابرة. يعني بشبيه هقول ايه مرارة زمان كان يفتح فتحة كبيرة اللي عند تاني يوم يخرج من المستشفى. وكان قابلها يعود ليومين تالي ده في المستشفى. اه طبعا تقدم. يعني والتقدم ده اساسي اه الكترانيك وهندسة. يعني ان الجهاز ده يخترع وجهزة وكيبمنت. وكانت زمانة مش موجودة في مصر. دهات موجودة متوفرة. والتخصص كل يوم بيبقى في جديد. كل يوم يعني بتبقى حاجة اه اهم حاجة ان الحين هنا كمان مش محتاج يقعد فترات طبيعية في البيت ولا يحتاج علاج طبيعي واستشفى وهو الاخير. ده فرق الكتير. لعني اللي بيعمل جراحة بقلبسه رقبة او بلبسه حزام ظهر شهرين او ويقعد في السرير يقوله الدكتور ما تتحركش من السرير شهر شهرين. لكن هنا بقوله تاني يوم بقوله انزل سوق عربيتك. ده ده يعني اختلاف كبير. مفيش رقبة يلبسها. مفيش حزام ظهر يلبسه. دي حاجات بتخنق المريض. والتحسن سريع. ونسبة نجاحها عالية جدا. فطبعا ده ده ميازات يعني فيه تطور. تطور. يعني هنا يشوف السلاح تاخل جوه الغضروف وبياكله. بياكل الغضروف. ومنع الجلد بره العين صاحي. كل ده الصور دي العين صاحي بيكلمه. والابرة مش عاملة فتحة في الجلد. يعني لما تشيل الابرة تاني يوم تقوله انت عملت ازاي الغضروف. مفيش فتحة في الجلد. يا مجيش واحد ملي. اه. واحد ملي. قطرها بسيط جدا. اه. وكل اهم عاجة ان احنا بنشتغل تحت جهاز الاشعة الموريني انا فين بالزبط. اه بالزبط اه. ومش كده كمان الاجهزة كمان بتقيس العصب. انا مش بس بجيب العصب بالتشريح اوله هو يمين شمال او. لا ده اهما الجهاز ويطلع الزبزبات يقول لي هو ده العصب ولا لأ. انت بعيد عن العصب بقد ايه. طب انا بحتاجة احط الابرة جنبه شوية. ده ده كل دي يعني الاجهزة بتقدمها دلوقتي ما بقاش الموضوع انا ادخل في الحتة دي بالشبه. نسبة الخطأ هنا تقريبا غير وردة. غير وردة. انت نورتنا وابتعتك العادة. قيمة المال الكبيرة والاسم الكبير في عالم. علاج الالم والام العمود الفقري طبعا استاذ الاساسي. الاستاذ دكتور هشام العزازي. استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري. وكل طبي جامعة ان شمس بتنور. بكل مكان الدكتور طبعا اكيد. الله يخليك الله يبارك. خليكم دايما مع الدكتور موسيقى موسيقى موسيقى